السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل مشاهدين الكرام ومرحبا بكم اينما كنتم. فيديو اليوم اتكلم فيه ان شاء الله عن طرق علاج القلون العصابي او متلازمة القلون العصابي اللي هي اي بي اس او كما هو معروف دريجة بومزوي. اتكلم عن القلون العصابي وليس القلون التقرحي. القلون التقرحي هو ارسعش. القلون التقرحي شيء اخر. ان يكون هناك تقرحات. تكون جراء على مستوى الامعاء الدقيقة والغريضة والقلون كذلك. ويخرج دم في البراز. هنا يجب الانتباه. وغالبا ما يكون لون البراز اسود. في هذا الفيديو اتكلم عن متلازمة القلون العصابي. وهي الابي اس. واقدم ان شاء الله برنامج خاص للعلاج من القلون العصابي. والاسباب دي لها القلون العصابي اسباب متعددة. ولكن اغلبية الاسباب اغلبية الاسباب هي اللي كتهم تكون اسباب نفسية. واغلبية الناس الذين يصابون بالقلون العصابي تكون اجسامهم نحيفة. وتؤثر عليهم المشاكل اليومية والضغطات النفسية. فبمجرد الانسان يصاب بازمة نفسية. بازمة نفسية او خلع او لاحظ شيئا ما او وقع له شيئا ما يصاب بالخوف والفزع. فمثل هذه فمثل هذه الحالات. الشخص معرض ليس فقط القلون العصابي وانما العديد من الامراض. وهنا ما كتهمناش عن الاسباب بقدر ما تهمونا الحلول. لاننا كان بحثو على الحلول. اي شخص لانه لانه اي شخص معرض للغوطات النفسية. اي شخص عنده مشاكل خاصة دياله. اي شخص عنده الهموم. لذلك سأعطيكم برنامج يساعد في القضاء على مشاكل القلون العصابي. لمن يعاني من الانتفاخ والغازات سواء كان على المستوى المعيدة او على مستوى الامعة. الغازات والمغس. الام البطن. اللي عنده ديك الالم في البطن. عصر الهضم. كي كل ماكلهاش حاله ما كتتزمش كتتقاكرته من فوخة. دك عالي تانية اللي عنده كثرة تبول نجده من اغلب الناس لعنهم هاد الغازات عنهم عنهم كثرة التبول. لأعلاج لان كثرة الغازات تضغط على المتنق مما يسبب في الشعور بالتبول. اه كذلك نقطة مهمة وهي نبضات في البطن. فوق السر بقليل. انسان يشعر المصاب بنبضات قوية. فحقيقة النبضات في تلك المنطقة عادية. موجودة عند عند اي شخص. اه بوجود الشرية الابهر. لان الشرية الابهر كيدوز منتم. وادك الشرية الابهر اللي يعدو اكبر شعرين في الجسم. كيدوز منتم. يعني عادي عندما يصبح قوية ذاك النبضات يبدأ المشكل. ان شاء الله بهذا البرنامج لم يعد لها اثار فقط يجب احترام البرنامج. الانسان الخاص يكون ديسبليني. يكون محترام البرنامج. يكون ديسبليني في برنامج ديال. واعراض القول العصابي نجدها مختلفة من شخص لاخر. لسا بداروا تكون مجتمعها في في مصابين واحد. ومن بين الاعراض كذلك نجد النحافة الشديدة. ولو المصاب يكون لك لا ما كتبانش عليه. تاكل دك شليك ليتي. ما كتبانش عليك. دائما دائما نحافة. ومن بين الاعراض كذلك نجد اما الاسهال المزمن او الامساك المزمن. مرة الاسهال مرة مرة الامساك. هنا خروج المخاط مع البوراز. يجب انتباه كذلك يخرج المخاط مع البوراز. هدو كاملة الاعراض ديال القول العصابي. فاعراض واحد ان كان موجودا في يكفيب ان يكون الشخص عنده قول العصابي. وهنا يجب ان ينبه الى عندما يصاب الشخص ببومزوي او القول العصابي يرجعوا الى الكي. وزاك للناس كي يجيهم بومزوي كيمشيوا. والحديث للرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال الشفاء في ثلاثة. شرطة محجمين او شربة عسل او كية بنار او كية بنار. وانا انهي امتي عن الكي. وابدأ معكم بالبرنامج. البرنامج الذي يقضي على مشاكل الجهاز الهضمي بصفة عامة. والخصوص مشاكل بومزوي والقلو العصابي. فاول شيء يجب القيام به هو دائما شعب الماء الدافئ. نصف لت حتى لتر من الماء قدل الصطعة على الرق يوميا. الانسان فاش يفاق قبل الفطار ولا مورس في وقت الفجر. الانسان خاص ينط يفاق يشرب من نصف لت حتى لتر من الماء الدافئ. سخن الماء وخليه لانه يصبح دافئا وعاد شربه. وقبل تناول الفطار يجيبه شرب واحد الحبيبة ديال الحلبة. اي واحد العشر ديال الحباس. بعد تغسلهم زيان. وغادي تشربهم مع شودي المدافئ. لماذا? اولا كيساعدوا على الهضم. ثانيا هدية النقطة المهمة كيساعدوا على الامتصاص. لان الاغلبي ديال الناس اللي مصابين بالقول العصابي. كتكون الجسم ديالهم كيكون ناحيف. كتكون عنهم منحافة. وهد الحبيبة ديال الحلبة. كيساعدوا على الامتصاص. تلك المواد اللي كالانسان اللي كلاها كيبقى يستافد منها. وبعد الفطار تناول منقوع الشمر. او كما هو معروب النافع. النافع ملقاء صغيرة ديال النافع. ديرها اغسلها مزيان. وصب عليها كأس من الماء الساخر. تركه حتى يصبحه دافئا وصفيه واشرب. وقبل واجبة الغداء شرب كذلك منقوع الينسون. الينسون اللي هي حبة حلاوة. كذلك نفس الطريقة منقوع الكروية. كذلك بنفس حسيار حسا الكروية نفس الطريقة. يوم استعمل منقوع الينسون ويوم اخر استعمل منقوع الكروية. مهار الينسون مهار الكروية. بعد واجبة الغداء لا تقترب من الفواكه. بعد اه ابعيد الفواكه على الوجبات. على الاقل واحد ساعتين. فاشتغد سنة واحد ساعتين. ننتظر ساعتين. عادي نكليك تستناول الفواكه. ويجب مراعات. عدم الاكل بسرعة. فاشكنك تاكل كل غيب شوية. الاكل بيبط. يجب الاكل بيبط او المضغو جيدا. المضغل جيد. ودائما عندما تكون في المزاجين سيء. لا تقترب من الاكل. الانسان يكون مستع فراسه يكون مع الصب. مخصوش يقرب من الماكلة. ان اصيبت بخوف او خلع او غير ذلك. لا تقترب من الاكل بصفة نهائية. شرب الماء الدافئ فقط. فاشتكون مقلق. فاشتكون مع الصب. شرب الماء الدافئ فقط. وعندما تشعر بتحسن تناول الطعام انا ذا. دائما يجيب اجتناب الاكل الموجود في التلاجة. ولا ستخنوكل. جبد الماكلة في التلاجة كتكون طائبة الماكلة بيتة. وتنضف الصباح. ولا تصوبها في الغداء وتحتلع شيعة وتانية تسخن وتاكل. اذا كشيرة ممنوعة لك. لا يجب انت هاد العادة تحييب. اضيف الى برنامجك ملعقة صغيرة من عرق السوس. في كأس دي الماء ساخن. تركه الى ان يصبح هدافئا. وشرب مرة في الاسبوع. هاد النقطة عادي مرة في الاسبوع. هاد ملعقة صغيرة دي العرق السوس مرة في الاسبوع. مش يوميا. غير مرة في الاسبوع. وخاتكم في كتش مرض. زيانة هادة. منعقة السوس مرة في الاسبوع. اعيد اقول هذا البرنامج ليس فقط لقول العصابي. وانما الجهاز لهم بسببت عامة. وقبل وجبة العاشاء تناول كذلك منقوع النافع. كما قلت لهو الصمرة. وبعد وجبة العاشاء تناول منقوع الزعتر. الزعتر ملقة صغيرة من الزعتر غسلها. وصب عليها الكأس من الماء الساخن. واتركه الى ان يصبح دافئا وصفي واشرب. هذا الزعتر يوميا. نهاريا نهار لا. يومين يومين لا نهار الزعتر ليس يوميا. ولمن لديه مشاكل في الكيلة لا يقترب من الزعتر. اللي عنده مشاكل في الكلاوي ما يقررش من الزعتر. نفس الشيء بالنسبة لعرق السوس. لمن يعاني من مشاكل في الكيلة وكذلك ارتفاع ضغط الدم. سلي عنده ارتفاع ضغط الدم ما يقررش بعرق السوس. اضافة الى اكليل الجبل. لهو ازير. ازير الانسان يجب اضافة ملعقة كبيرة من ازير ودي تطحلها ودي تديرها كأس من الماء الساخن. اتركوه حتى يصحوه دافئا ويشرب. ما قلت هاش? وجبة الفطور ضروري يجب تناول الخبز الكامل من خالة دياله. ولا تقترب من ذاك الكومير الباقيتو وبتيبان وكرواسا و ذاكشي ديال الباتيسري بعد منه. الخبز الكامل. ويجب ان يكون محطارا بالخميرة البلدية. نداء النساء والامهات رجاءنا 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 هيدو العقز وتطلوا فرجالتكم. وتطلوا فوليداتكم. وتطلوا احتفوا روزكم. تبقوا الطيبة والخبز بالخميرة البلدية. تبقوا تحضروا الخبز بالخميرة البلدية. الخميرة البلدية اللي منهار اختفت والمعاناة مستمرة مع مشاكل جهاز عظمي. مشاكل القبض. مشاكل الامساك والغازات. وهذه الامساك والغازات يسببون في العادير من الامراض. والله يرحم لكم الوالدين تبقوا تحضروا الخبز بالخميرة البلدية. حضروا الخبز الخميرة البلدية. بعدها الرومية. بعدها الرومية وتطلوا في روسكم كيف قلتوا وتطلوا في رجالتكم في اليداتكم. ولمن يعاني من القول العصبي عليه الابتعاد من تناول اطعمة التي يسبب الغازات. كالفصول اللي هي اللوبيا والحمص والتقليل من من العدس والفول والبصارة. هذو يجيب تقليل منهم. وعند تناول حذبة مثلا عند تناول العدس او للبصارة لا يجيب يدخل الخبز معه. ضروري تاكل البصارة وتقنبسها بالخبز ضروري. عليش ذكر. لا شي ضروري تاكل الخبز معه. هتاكل البصارة هكا. بوحدها. هتاكل العدس كله هكا. مضغ جيدا وكل هكا. ما تدخلش مع الخبز. التين المجفف. كذلك توق دخله في الصباح. مرة مرة الانسان قبل الفطار يكون مرقد التين المجفف في زيت الزيتون. ومرة مرة في الصباح قبل الفطار تاكلها هذك غير يحبه وحده. حبه لا جوج ولا ثلاثة الحباث يكونوا مرقلين في زيت الزيتون وتاكلهم قبل قبل الفطار. هذا كعبتاني مهم جدا الامعاء والقولون. اه تناول ملعقة صغيرة عبتاني من بودول كتان. تطحن وتأكل. هاد بودول الكتان خاصة تطحن. كي تطحن خاصة تكونصومها. خاصة تاكلها. مجل ان فيها واحد زيوس طيارة. كتمشيل نفعول يالها الى خليتها بحلبة اه طحنتها وخليتها واحد لمدة. كتمشيل لك فوقت ديالها. خاصة مباشرة غير طحنها. وخاصة تاكل هادك الساعة. ملعقة صغيرة. واحد لمرة. في تلتيام ولا مرة في ربعيا. يعني مرتين في الاسبوع تقريبا. ما تاكل هاش يوميا. مرتين في الاسبوع. ابتعاد قدر المستطاع على القلق والتوتر. القلق والتوتر خاصة الانسان يبعد منه كيف مكنة الاجواء. انسان اشي حاجة فيها شموناوشات خاصة يبتعد منها. والابتعاد كل الوعد عن تناول الحليب تناول الحليب ومشتقة دياله. والالبان والزبادي. الناس الحليب والمشتقة دياله. ما يقربوش منه بسفة نهائية. ابتعاد كذلك عن تناول المعلبات والمقليات والموض المصنعة والسكور الابيض. السكور الابيض الذي يسبب كثير من المشاكين. واذا اتبعنا هذا البرنامج نكون قد حاربنا الغازات والانتفاخات والامساك وذلك الامساك الشديد. وحتى الاسهال اللي نكون حاربناه. وسهلنا عملية الهضم. عملية الهضم كتولي سهلة. النبضة الموجودة في البطن. تختفي تدريجيا. لا تستعجيل. الجهاز الجهاز الهضمي يسترجع قوتها شيئا فشيئا. هذا برنامج. هده ما شيء وصفا قدي تناولها وهده تتشافه في شيء بلاس. هذا برنامج يعني كبقى ذلك شيء تدريجي. كتسباب الراحة النفسية والرحة الجسدية كتدخل عليك شيئا فشيئا. وهدي ديما غدي تقدير هذا شيء. دائما قد تكتبع هذا البرنامج. بالنسبة لهذا الحبو بحل الشمر بحل ينسون. هذك الانسان اللي غادي تختفي لك الاعراض. ما تقلش تستعمل هذا شيء يوميا. هذي تقريبا هذي المدة دي عددوز ديال العلاج. واحد تقريبا واحد العشرين يوم خمستاشر يوم هذي تبقى الاعراض كنتمشي. ولكن ما تشغيل الاعراض تختفي خاصك توقف على تناول هذي شيء. خاصك تبقى دائما بحل حبو بالشمر. دائما استعملهم. الزعتر مرة مرة شربه. اه كيف قلت عرق السوس واحد لمرة في اسبوع. اشرب عرق السوس. اه يعني بعض الامور ستدخل للنظام غذائي ديالنا. انسان يبقى هذي شيء هذي الامور هذي خصو ديما يتباحها. ومشي يتصافي التعالج. كيف يرجع يكون عاوتين دي شيء اللي كان. وكيف يرجع دي شيء العادة دياله القديمة. الى رجعتين هذي العادة ديالك القديمة اللي كنت تتناول ديالك الامور. راح لام ذلك يواله. يعني لهذا تتباع البرنامج الخميرة البلدية المهمة. اللي مهمة. وعراها كيف قلت. رأي مهمة بزاق بوجود. اه في هالك آآ الباكترين اللي نافيها. ان شاء الله ندف الفيديو خصيصا غير الحساب انا نتكلم فيه على طريقة تحديق الخميرة البلدية. على وعدي نهديه العيالة اللي كيعجزو يطيبو الخبز بالخميرة البلدية. كيعجزو عجنو الخبز كيعجزو عجنو الخبز بالخميرة البلدية. اوراد ندير